إذن نبدأ المرحلة الأولى فهم السؤال سمع نترجمه هدايا بالعربية ونفهمها مليح وبعد المرحلة الثانية نطبق عليه منهجية الإجابة ونجاوب عليه هنا يا وات عندها معنى ما الذي ولا ما هي هنا عندها معنى ما الذي ما الذي ساعد التلاميذ على الحصول على نقاط جيدة هذا هو الفهمته ممكنة يكون في الحالة هذه وش راح ندير كالعادة حنحي وات ومبعدها نخدم منهجية الإجابة تاي الإجابة هي هارد وورك العمل بيجد في الحالة هذه وش ندير نكتب الإجابة مع الأول هاهي هارد وورك العمل الجد ساعده هاهي ساعده ستودينس ونكمل بها حتى من حتى نهاية الجملة هاهي ونقذية طريقة منهجية الإجابة الصحيحة في الحالة هذه وش ساعدهم قال لك هنا وش ساعدهم على الحصول على نقاط جيدة تقولوا العمل بيجد ثم نقولوا العمل بيجد العمل بالجد ساعد التلاميذ على الحصول على علامات جيدة في هذه الحالة تسمى تنحي وات وتعوضها بالإجابة في الحالة السؤال الخامس قال لك ما هي النتائج السلبية للفساد على اقتصادنا هنا أعطيت لكم إجابة افتراضية الفقر التضخم والجرائم في الحالة هذه وات عندها معنى ما هي وكيكون عندها معنى ما هي نحوات ونعوضوها بذو ونكتبو نقولوا The consequences of corruption on our economy وفي اللاخر نديرو R بعد ما نديرو R نكتبو الإجابة تعناها هاي نديرو R ونكتبو الإجابة poverty inflation and crimes هنا قال لك ما هي النتائج السلبية للفساد على اقتصادنا هنا ماذا قلنا له النتائج السلبية للفساد على اقتصادنا هي وكتبنا له الإجابة منظمة بطريقة احترافية هنا إذا أعطيت لكم مثال رابع ومثال خامس لكي تفهموا منهجية الإجابة وتفهموا الأسئلة التي تبدأها في what وهو شيء لهذه الكلمة شائعة بزاعة في أسئلة النص بينسر الأسئلة النص عليها ربع نقاط ونص بالنسبة للعلميين وثلاث نقاط كاملة بالنسبة للأدب فلسف واللغات الجنبية لذلك راح نشرحها بالتفاصيل المملة ولازم عليكم تفهموا هكذا لأنه هي من أصعب الأسئلة وهي أكتر الأسئلة اللي يروحوا لها من النقاط بزاف تناميد فيها في الباكالورية حاب يقول لازم تعطوها اهتمام خاص إذا شكرا لحس متابعه الإصغاء الملاقات في الفيديو القادم سلام